قرار الفنانة الأردنية ديانا كارازون فيما يخص ظهور ولادها كان واضح من البداية بعضتهم عن الأضواء وما حبتش دخلهم لعبة السوشل ميديا لأنها فجأة الكل بعدية استثنائية بمناسبة عيد الفطر أما حبها الشديد لزوجها فدل مش قادرة تخبي عن العين نهائيا قصة حب قصيرة عشرة ديانا كارازون مع الإعلام الأردني معاز العمري قرروا بعدها الجواز على طول وحسب التقاليد الأردنية راح معاز يوم 24 فبراير 2020 عشان يطلب إيد الفنانة من أهلها وخد معاه عشرته أو زي ما بيقولوا كبار العيلة في الأعراف الأردنية كل ما العدد يكتر كل ما بيبان إن العريز ده ابنه أصول أكتر وفي نفس الوقت بيزود إيمية العروسة ووصل عدد الرجال اللي أخدوا معاز لبيت أهل ديانا لألفين رجل زفاف ديانا ومعاز كان في ستمبر 2020 واللي حصل فيه ما يتحكيش كان ممنوع تماما أي تجمعات أو حفلات في الأردن زيها زي باقي دول العالم فوصل العرسان لطريقة بسيطة عشان يحتفلوا بزفافهم وهي إنهم يصوروا في فيديو كلاب على أونية خاصة قدمها ليهم النجم ماجد المهندس من أول من العريس يخطى من بيت أهلها بالزفافة الأردنية لحد مكان الحفلة وفي الكلاب يعيشوا بقى لاطات وحركات رومانسية وكأنهم وسط المعزيم وده على عكس اللي كان حاصل لأنهم فعليا كانوا لوحدهم تماما مع فريق التصوير الكرسة إن في عز مكان العريس والعروسة مندميجين في رأسة رومانسية لقوا الشرطة كبست على المزرعة وكانوا مفكرين من الصور والفيديوهات اللي انتشرت على موقع التواصل من زفة العروسين إن ديانا ومعاز خلفوا التحذيرات وعملين فرح بجد وعلى الرغم إنهم ملاقوش حد في المكان غير الفنانة وجوزها وفريق التصوير أصروا على استجاب معاز في الشرطة والمفاجأ إن بعد ما العريس خرج رجع لديانا وكملوا رأستهم عشان التصوير يطلع مصبوط في 2021 أنجبت ديانا مولودتها الأولى سلمة وبين كل فترة والتانية بتنشر القطاط عائلية ليها مع زوجها ومولودتها في الوقت اللي لسه محافظة فيه لحد للوقتي عن إكفاء ملامحها وفي 2023 رزقت بمولودها تاني راشد ومن وقت منشرت صورة ليها مع زوجها ومولودهم في المستشفى فور الولادة أخفيته تماما عن العيون ديانا فجت الكل بعدية استثنائية بمناسبة عيد الفتر المبارك ونشرت أول صورة عائلية بتجمعها بأسرتها الصغيرة واللي ظهر فيها راشد لأول مرة بعد صورة ولدته في الوقت اللي حرست فيها على إخفاء ملامح ولدها كتبت وملعده إلا وطن حدوده وعائلتي ولات الصورة تفاعل كبير من فنزل فنانها على السوشال ميديا من خلال التعليقات اتمنوا فيها لديانا الصعادة الدائمة صحيح إن ديانا بتعتبر ولدها خط أحمر ممنوع لاقتراب منه أو التصوير لكنها حريصة على مشاركة حبها لزوجها معازل عمري كل فترة بتنشر لقطات بتجمعها بي مرفقة بعبارات رومانسية بتعبر من خلالها عن قوة حبهم وانكتبت وقالت لا شيء يضاهيك لأنني لم أجدوك قلبك بين أضلاع العبيرين فريق من محبي ديانا شايفين حبها القوي المعلن لزوجها بمثال تشجيعي لكل زوجين عشان تستمر الرومانسية بينهم رامضوطات الحياة على عكس فريق تاني دايما بيحذروها وشايفين الأفضل أنها تداري على شمعة حبها وسعى لتها مع أسرتها عشان ما تصابش بعين الحسود